إنجيل المسيح حسب البشير متى ولادة يسوع وطفولته كتاب ميلاد يسوع المسيح بن داود بن إبراهيم إبراهيم ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد يهوذ وإخوته ويهوذ ولد فارس وزارح من ثامار وفارس ولد حصرون وحصرون ولد آرام وآرام ولد عمينا داب وعمينا داب ولد نحشون ونحشون ولد سلمون وسلمون ولد بوعز من راحاب وبوعز ولد عوبيد من راعوت وعوبيد ولد يسا ويسا ولد داود الملك وداود الملك ولد سليمان من التي لأورية وسليمان ولد رحب عام ورحب عام ولد أبي وأبي ولد آسا وآسا ولد يهوشافاط ويهوشافاط ولد يورام ويورام ولد عزية وعزية ولد يوثام ويوثام ولد أحاز وآحاز ولد حزقية وحزقية ولد منسة ومنسة ولد آمون وآمون ولد يوشية ويوشية ولد يكنيا وإخوته عند سبي بابل وبعد سبي بابل يكنيا ولد شألتئيل وشألتئيل ولد زربابل وزربابل ولد أبي هود وأبي هود ولد ألياقيم وألياقيم ولد عازور وعازور ولد صادوق وصادوق ولد أخيم وأخيم ولد أليود وأليود ولد أليعازر وأليعازر ولد متان ومتان ولد يعقوب ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلا ومن داود إلى سبي بابل أربعة عشر جيلا ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلا أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلة من الروح القدس فيوسف رجلها إذ كان ضارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف بن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمان إيل الذي تفسيره الله معنا فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودع اسمه يسوع ترجمة نانسي قنقر